اشتركوا في القناة اهلا بكم الى ساعة ثانية من غرفة الاخبار ونتابع فيها بالرصد والتحديد تركيا والاكراد ومفتاح استعادة الرقع مصر ثمن قرد صندوق النقد في الوقت الذي يكثر فيه الحديث بشأن دور تركيا في معركة استعادة مدينة الرقع السورية من داعش بعد الانتهاء من معركة الموصل في العراق جددت ميليشيات سوريا الديمقراطية رفضها اي مشاركة تركية في المعركة وقالت انها ابلغت التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بموقفها موقف يضيف مزيدا من الغموض حول معركة استعادة الرقع المفصلية في الحرب ضد داعش بعد ان اكد مسؤولون امريكيون ان ميليشيات سوريا الديمقراطية ستلعب دورا كبيرا في تلك المعركة ومع اصار انقرة حليفة واشنطن عدل مشاركة ومتابعة معنا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي محمد زاهد جول ومن بيروت الخبير في الشؤون التركية والكردية خرشد دلي ونذكر مشاهدين ان بامكانكم ايضا المشاركة في الحوار من خلال طرح اسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك وابدأ معك سيد جول من اسطنبول كيف ستنسق واشنطن مع الحليفين وهما على هذه الخصومة وانقرة تتهم الاكراد بانه منظمة ارهابية يعني بداية اذا كنا نتحدث عن معركة الرقع فمعركة الرقع لم تكن ابتداء على الاجندة التركية وعندما بدأ درع الفرات بشكل عام واعلنت اهدافها واعلنت ايضا المدى العسكري الذي ستواجهه داخل الاراضي السورية او ستقوم على تحريره داخل الاراضي السورية فالحديث كان واضحا فيما يتعلق بجرابلوس وكذلك فيما يتعلق بمدينة الباب لكن بعد اللقاء الذي حصل بين اوباما والرئيس اردوغان في قمة العشرين في الصين تحديدا طلب الرئيس اوباما من اردوغان بشكل مباشر ان يكون لدى تركيا مساهمة فاعلة فيما يتعلق بمعركة الرقع بعد ذلك استمعنا الى مجموعة من التصريحات التي ادل بها المسؤولون الاتراك فيما يتعلق بمعركة الرقع تحديدا وان كان معركة الرقع كحديث في الاطار السياسي كان يتم الحديث عنه خلال الفترات الماضية ولكن موقف قوات سوريا الديمقراطية اليوم هو رفض اي مشاركة تركية وايضا نقلت وكالات الانباء ان القوى الوحيدة التي ستشارك في معركة الرقع هي فقط قوات سوريا الديمقراطية قلت ان هذا المطلب ليس على الاجوند التركية ولكن كانت تسعى تركيا طوال الاشهر الماضية في مفاوضاتها مع واجنطن للمشاركة في حرب الموصل وايضا للتخطيط بعد ذراع الفرات لحرب الرقع يعني يبدو ان هناك توافق تركي امريكي حتى الان في هذا الخصوص كما اشرت والمحادثات ربما استطيع ان اقول انها بشكل عام حتى الان مسمرة فيما يتعلق بالمشاركة التركية الفاعلة فيما يتعلق بمعركة الرقع التي ستكون مرحلة تالية بعد مرحلة حرب او تحرير الباب وهي نقطة من المؤكدة انها تحتاج الى وقت ومزيد من الوقت هذه نقطة اساسية نقطة ثانية يعني اذا ما رجعنا ايضا الى التصريحات السابقة فيما يتعلق بسوريا الدموقراطية او البياداء كانت هي مترددة في قناعة فيما يتعلق بتحرير الرقة وكان هناك نوع من انواع التباطئ حقيقة فيما يتعلق بتحرير الرقة على الاقل في التصريحات التي ذكرت خلال السنتين الماضيتين وبالتالي اظن انه يعني هذا تصريح اليوم حقيقة وتصريح بعد التصريح التركي الواضح الصريح ان التركيا لن تشارك في معركة الرقة اذا ما كانت هناك مشاركة من ما يسمى بسوريا الدموقراطية لان تركيا بطبيعة الحال تعتبرها منظمة ارهابية كما اسلفت وذكرت حضرتك وبالتالي اعتقد ان الولايات المتحدة الامريكية والتفاهمات معها هي التي حقيقة ستحسم هذا الخلاف سيد الدلي هل ستنجح واشنطن من مشاركة تركيا من عدلها في التقريب بين وعيني انقرة تصنف محدات حماية الشعب بانها منظمة ارهابية ولكن دورات المعركة في الرقة رغم هذه المواقف اليوم المتباعدة هل ربما ستفرض معادلة جديدة على الارض السورية بين الاكراد وتركيا مساء الخير لك ولمشاهدي قناة سكاي نيوز واضح ان هناك تناقض جوهري بين موقف قوات سوريا الديمقراطية وبين موقف الحكومة التركية خاصة ان موقف الحكومة التركية ينبع من قضية اساسية هي تمنع مشاركة الاكراد وبأي حق طبعا لتركيا ان تفرض مثل هذه الاجندة على قوة هي قوة موجودة على الارض هي قوة لهديها خبرة في محاربة داعش حررت المزيد من المناطق وفي النهاية هي قوة سورية مهما كان الاختلاف لكن هي قوة سورية وموجودة على الارض هل الادارة الامريكية ستحسم هذه الخلافات اعتقد الى الان يمكن التوقف عند مسألتين المسألة الاولى ان معظم التصريحات الامريكية تؤكد على ان القوة الاساسية التي ستشارك في معركة تحرير رقة من داعش هي قوات سوريا الديمقراطية وبالتصريحات الامريكية في الايام الاخيرة واضحة بهذا المجال الامر الثاني الزميل الذي تحدث من تركيا بمعنى ان هناك تفاهم امريكي تركي اعتقد هذا الكلام ربما يفتقر الى الدقة والدليل ذلك اليوم كان هناك مثلا تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الامريكية مارك تونر تحدث فيها بانه لم يتم التوصل الى الان الى اي اتفاق وبالتالي التحدي الان امام الادارة الامريكية هل هي تستطيع الجمع بين النقضين انا اعتقد في ضوء تناقض مواقف الطرفين من الصعب ذلك وربما هذا الامر يؤدي الى تأجيل معركة رقة الى مرحلة الادارة المقبلة اذا ما علمنا ان لم يبقى على الانتخابات الرئاسية الامريكية الا ايام ثم ان معركة رقة ليست معركة بسيطة هي معركة استراتيجية كبرى لا يمكن ان نظر اليها الا بعد نتائج مثلا تحرير الموصل من داعش الا بعد معركة حلب الا والاهم بنسبة لقوات سوريا الديمقراطية والتركيا ما يجري الان في شمال سوريا وتحديدا اقصد الباب والمنبج ما لم يتم حسم هذه القضية فاعتقد ان بسبب الخلافات ومجمل التعقيدات التي تحدثنا عنها فان معركة رقة ستبقى مؤجلة ربما الى مرحلة مقبلة الى حين قدوم الرئيس الامريكي المقبل نعم ولكن ايضا يمكن ان معركة الرقة ان تفرد نفسها ربما التداخل مع ما يحصل في العراق وان تكون ربما معركة مباغدة وتفرد تدخل هذه القوة هل ستنجح واشنطن في تنظيم الفرقة وفي الفصل بعد ما حصل في منبج بعد هذه المواجهة في جنوب تركيا وفرض ربما ان تواجه انقرة الى جانب الاكراد داعش في الرقة سيد خرشد في ضوء تناقض هدف الطرفين لا اعتقد ذلك لا اعتقد ان الادارة الامريكية الى الان قادرة على تدسير الخلافات بين الطرفين وحشد الطرفين في جبهة واحدة ضد داعش نظرا لان هناك تناقض استراتيجي في اهداف الطرفين تركيا تنظر الى قوات سوريا الديمقراطية والى وحدات حماية الشعب التي هي قوات حقيقية على الارض على انها تنظيمات ارهابية وبالتالي كيف لتركيا مثلا ان تتعامل مع هذا التوصيف السياسي في المقابل قوات سوريا الديمقراطية تنظر الى القوات التركية كأنها قوات احتلال هي حقيقة عندما تدخل الى مدن سوريا ودون تحديد مدة زمنية وتحاول السعي والتوسع باتجاه واساسا هي جزء من هدفها محاربة قوات سوريا الديمقراطية في ظل تناقض اجندة الطرفين ومواقف الطرفين من الصعب جدا التوصل الى اتفاقية او ان الادارة الامريكية تملك القدرات التي يمكن لها ان تحل هذه الخلافات وتضع الطرفين في جافة واحدة الامر الثاني ينبغي ان ننظر الى الامر في اطار ايضا الصراع الروسي الامريكي جارع الساحة السورية هناك صراع بين اللاعبين الاساسيين على الاوراق الموجودة في الساحة السورية لذلك ليس بعيدا الآن التقارب التركي الروسي الذي يحصل يأخذ مداه على الساحة السورية وفي نفس الوقت التحالف الامريكي مع قوات سوريا الديمقراطية ايضا يترسخ على الارض وبالتالي ما لم يتم بمعنى توضيح هذه القضايا والتوصل الى الصغة اعتقد ان مهمة الادارة الامريكية في هذا الامر عسيرة خاصة ان شروط الطرفين متناقضة حتى النهاية نعم محمد يعني مواقف كارتر التي اعلنها صراحة تحديدا بشأن مشاركة قوات سوريا الديمقراطية وايضا وحدات حماية الشعب الكردية هل تفرض ربما تبدو الاجندا لدى الرئيس التركي ولدى انقرة يعني بداية انا لم اتحدث عن اتفاق تركي امريكي قد تم وانتهى وانما تحدثت عن تفاهمات تركي امريكية يبدو انها اثمرت بشكل عام وشهدنا ذلك في تصريحات كارتر وعدد من المسؤولين الامريكيين خلال المرحلة المقبلة وخاصة انعكس ذلك فيما يتعلق بالوجود التركي في العراق سواء المشاركة التي اعلنت عنها الولايات المتحدة الامريكية فيما يتعلق بوجودها ضمن اطار التحالف الدولي في العراق وهي نقطة او جزئية كانت الولايات المتحدة الامريكية تنكرها وبالتالي يبدو ان هناك بعض التفاهمات بعض التقارب في وجهات النظر التركي الامريكي وان كانت بطبيعة الحال الخلافات الجوهرية في ظن قائمة وبالتالي يعني الان الحديث حقيقة للمسؤولين الامريكيين في هذه المرحلة تحديدا اذا ما استقرأناها خلال الشهر الماضي فقط سنجد فيها الكثير من التناقضات شيء يتحدث عن وجود تركي او عن دور تركي مطلوب في معركة تحرير الرقة والحديث في نفس الوقت ايضا عن وجود سوريا الديمقراطية التي بطبيعة الحال تركيا تقول وبصريح العبارة انها لن تشارك وليست معنية في معركة تحرير الرقة اذا كان هناك من مشاركة لما يسمى بسوريا الديمقراطية وبالتالي التناقض هو سيد الموقف وانا في قناعتي ان هذه معركة ستبقى مؤجلة حتى تكون هناك ما يمكن تسميته بالاتفاق تعلو على التفاهمات الحاصلة في هذا اليوم لكن بشكل عام الولايات المتحدة الامريكية تدرك القوة التركية العسكرية التي يمكن الاعتماد عليها سواء في معركة الرقة او في معاركة اخرى ثانيا هناك ايضا تحضير تركي لما يمكن تسميته بمعركة الرقة عبر الجيش السوري الحر الذي في الوقت الراهن يتم تدريبه ويتم اعداده الحديث عن قرابة خمسين الف من القوات السورية تحت اطار الجيش السوري الحر الذي يتم اعداده لتحرير معركة الرقة لان معركة الرقة خرشد هذه الخلافات الجوهرية والمواجهة التركية نعم مع الاكراد لن تعطل الخطة الامريكية لعزل تنظيم داعش في الرقة قبل الاجهاز عليه بالتأكيد هذا عامل مهم جدا ويمكن لهذا العامل ان فعلا يعيق معركة تحرير الرقة سواء على مستوى التوقيت او على مستوى التحرك الميداني يضاف الى هذه العامل دعنا ان نوضح ان معركة الرقة هي مدينة تتوسط تقريبا سوريا هي مفتوحة على محافظات دير الزور الحسكة حلب حمص حما المساحة الجرافية التي تحيط بمحافظة الرقة من الصعب جدا تجعل تجعل امكانية عزل هذه المحافظة وبالتالي لحصار داعش فيها ومن ثم التقدم باتجاهها ايضا طبيعة القوى ليس هناك اتفاق حتى خارج مثلا قوات سوريا معادلة قوات سوريا الديمقراطية وتركيا مثلا من جهة الغربية ما زال هناك قوات للنظام السوري موجودة فيها منطقة الباب هذه القوات ايضا ما زالت موجودة الموقف الروسي كيف سيكون في التعامل مع هذه القضية داخل قوات سوريا الديمقراطية ايضا هناك الخطة الى الان الامريكية الغير واضحة في مسألة الهجوم وتحرير الرقة من داعش مجمل هذه القضايا فعلا يمكن القول انها ستؤدي الى تأجيل معركة الرقة ربما الى مرحلة مقبلة حقيقة ضيفي سأعود اليكم من اسطنبول ومن بيروت ولكن من جديد الى سامي ونتابع بعض مشاركات المشاهدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا من شأن ربما هذا الصراع عبر الاعلام وربما تقاسم النفوذ في المستقبل من يشارك في هذه الحرب ومن سيملك الحسم على الارض والمشاركات تتفاعل حقيقة عبر مواقعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي فرح تقول الخلاف التركي الكردي حول معركة الرقة سيفجر صراعا عرقيا وسيؤخر بداية المعركة هنا مشاركة لليث يقول تركيا تهدد بأنها لن تشارك في معركة الرقة إذا شارك الأكراد هذا التهديد يراه بأنه تهديد أجواف ويقول بأن تركيا ستشارك في كل الأحوال لتضمن حصتها من الكعكة هنا مشاركة لمهند يقول من الصعب تحقيق شرط أنقرة بعدم مشاركة الأكراد في معركة الرقة فأمريكا تحتاج للأكراد ليكونوا على قوتها في الأرض وفي الأخير مهران يقول معركة الرقة ستحول الخلاف بين تركيا والأكراد إلى مواجهة مفتوحة وسيتطور الصدام إلى مواجهة عسكريا هذه المواجهة المفتوحة السؤال هنا روبير إلى أي مدى ستستنزف القوات التركية داخل المستنقع ربما هنا الأخطر وهذا السؤال سأنقله من جديد إلى ضيفنا في اسطنبول سيتقول هذه المواجهة المحتملة على الأرض السورية ما يحصل في جنوب تركيا ثلاثة عقود ربما من المواجهة وربما تكون معارك مفصلية هل ستتنقل هذه المواجهة بين الأكراد وبين القوات التركية وهذا أيضا ما كانت حذرت منه واشنطن قبل أشهر في منبيج أنا أؤمن وأعتقد أن هناك مواجهة قادمة شيئنا ما بين وأن هذه المواجهة حتمية لكن كيف ستكون متى ستكون في أي محور سيكون لا أدري لكن ما يحصل الآن في شرق النهر حتى لا أتحدث في غرب النهر لا أتحدث عن منبيج وإنما أتحدث عن تل أبيض وما يحصل في تل أبيض وتتاعيات ما يحصل في تل أبيض بشكل مباشر على الأراضي التركية من المؤكد أن هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه وستكون هناك يوما ما حملة عسكرية سواء في شمال سوريا تجاه ما يسمى بوحدات حماية الشعب أو سوريا الديمقراطية وكذلك الأمر ينطبق أيضا على منطقة سنجار وغيرها من المناطق العراقية التي تعتبر مصدر تهديد بالنسبة للأمن القومي التركي وبالتالي أنا أعتقد أن هناك مواجهة حتمية بغض النظر عن الموقف الأمريكي في هذا السياق لأن تركيا لا تستطيع حقيقة أن تصمد كثيرا أمام هذه التهديدات والغول حقيقة الإرهابي يكبر يوما بعد يوم يعني خرشد هذا الرابط بين منطة الأبيض إلى منبج وربما أيضا إلى جبل سنجار لن يحول هذه المعركة من الرقة إلى صراع مفتوح كما يحصل في جنوب تركيا أنا أعتقد أن سياسة تركية هي تقوم الآن بدور خطر جدا في المنطقة وهذا الدور الخطر يتجلى في التصعيد التركي المستمر سواء على المستوى السياسي أو على مستوى الأرض الحديث عن وجود تهديد من سنجار أو من أبيض هو توصيف غير دقيق بالأعتقد العكس هو التهديد العسكري التركي وما نشهده من قصف يومي للقوات التركية إلى المناطق الكردية تحديدا في شمال سوريا من عفرين إلى مناطق في نهر دجلة إلى غير ذلك أعتقد هذا هو الذي يهدد استقرار المنطقة كما يهدد بالصدام بين تركيا والدول المنطقة وشعوب المنطقة على تركيا أن تعرف جيدا أن الحدود التي تم رسمها وفق الاتفاقات الدولية هي أصبحت حقيقة سابتة في العلاقات الدولية وحديث رئيس التركي دوما عن الحدود وعن لوزان وعن غبار التاريخ وعن أن السنجار والرقة وحلب بمعنى تعني لتركيا هذا النوع من الطموحات الجامحة التي تحمل معها مطامع استعمارية وشعوب المنطقة لن وتتحركت ولن تقبل بمثل هذا السلوك الذي يمكن أن يؤدي إلى صراعات لا نهائية ودموية قد تنتقل إلى العمق التركي نفسه خاصة إذا شهدنا التصعيد التركي الآن ضد الحركة الكوى اعتقال النواب الأكراد مثلا اليوم والتصعيد المقابل الذي يمارسه حزب العمال الكردستاني أنا أعتقد دور التركي لا أحد يستطيع أن ينكر أن دولة تركيا دولة مهمة دولة أطلسية دولة قوية لديها قدرات عسكرية وسياسية لكن للأسف هذا الدور يتم توظيفه الآن للمزيد من التوتر وتركيا ربما جعلت من الفوبيا تجاه القضية الكردية همها الوحيد ولذلك بدأت تصاعد ضد كوى كل كردي في المنطقة وأعتقد أن مثل هذا الأمر لن يحل القضية خاصة وأن الصراع التركي الكردي مستمر منذ عقود من الزمن والحل العسكري لم يؤدي إلى النتيجة وإنما إلى المزيد من التصعيد لذلك أعتقد أن المطلوب هو السياسة التركية هادئة تقوم على المراجعة هذه المراجعة تقرب الحدود أولا وبحقوق الشعوب في المنطقة وبغير ذلك فإن المنطقة مفتوحة على صراعات دموية كثيرة محمد هذه الطموحات التركية واستعادة أمجاد السلطرة ألن تصطدم أيضا بحائط المواقف والنفوذ الأمريكي من جهة والنفوذ أيضا الروسي رغم التقارب الذي تحدثت عنه قبل قليل لا أعتقد أن هناك طموحا تركيا في شبر واحد لا من الأراضي السورية ولا من الأراضي العراقية بقدر ما هو أن هناك تهديدا مباشرا لتركيا بالتقسيم وبالتالي تركيا حقيقة اليوم تستشعر الخطر خطر تقسيم البلاد في تركيا أكثر من أي وقت آخر وبالتالي وخاصة أن ما يسمى بوحدات حماية الشعب التي نتحدث عنها على أنها منظومة إرهابية بحسب الرؤية التركية تتوافر إلى حد ما على ما يمكن تسميته بالدلال الأمريكي أو بالرعاية الأمريكية وهذا ما يسبب ما تخشى منه تركيا أكثر وبالتالي تركيا حقيقة إن قامت بعمل عسكري فهي تقوم عمليا بنوع من أنواع الدفاع عن وحدة الأراضي والتراب التركي أكثر من أي شيء آخر لا أعتقد أن تركيا لديها حقيقة المطامع لا في العراق ولا في سوريا بقدر ما هي تتخوف حقيقة من المخاطر الناجمة عبر وجود هذه المنظمات الإرهابية في تلك الأراضي وانتقال عمليات تعسكرية من داخل الأراضي السورية والعراقية إلى داخل الأراضي التركية وهذا حقيقة ما نشهده بشكل يومي في داخل البلاد يعني العمليات التفجيرية في جنوب شرق تركيا لم تتوقف اليوم من واحد وبالتالي تركيا تقوم حمليا بالدفاع عن النفس أكثر مما يمكن تسميته بالهجوم أو تحقيق أطماع أنا في قناعتي لا يوجد هناك من السياسيين من يمكن أن يسوق مثل هذه الأطماع على الأقل في الصعيد الشعبي التركي لكن تركيا تستطيع أن تسوق أنها تقوم بحماية وحدة أراضيها والدفاع عن نفسها وبالتالي هناك أيضا ستجد في المقابل دعما لمثل هذه العمليات ليس فقط من الحزب الحاكم بل من الأحزاب السياسية الأخرى الموجودة في البرلمان والتي كلها تؤكد على ضرورة وجود عمل عسكري خارج الأراضي التركية وهي نقطة تؤكد على حزب الحركة القومية أو حزب الشعب الجمهوري وباختصار وهو ما يحققه درع الفرات هل رغبة أنقرة ببدأ عملية الرقة أيضا مشاركة القوات التركية فيما كان أيضا معبر عنها أردوغان في معركة الموصل يقتصر فقط ربما بالدفاع عن النفس كما أشار محمد أم ربما المواجهة ستكون مفتوحة إن كان في الرقة إن كان في الموصل مع أي طرف كردي في المستقبل سيدنا لا أعتقد أن المسألة بنسبة لتركيا هي الدفاع عن نفس وطريقة تركيا في طرح مشاركتها في مسألة سواء الموصل أو حتى في معركة الرقة تحمل المزيد من الاستفزاز وتحمل المزيد من سياسة الإنكار تجاه الآخرين وتحمل نوع من الغطرسة والقوة بالتالي لا يمكن القول أنها الدفاع عن نفس بمعنى أنها بقدر ما فرض أجندة سياسية وعندما يتحدث الرئيس أردوغان عن لوزان وعن إعادة نفض الغبار عن التاريخ ويتحدث بهذه الحنية دعنا نقول التاريخية اتجاه موصل وحلب وغيرها هو حقيقة يعبر عن أيدولوجيا حقيقية موجودة لدى حزب العدالة والتنمية وهي أيدولوجيا تحن إلى عهد السلطنة العثمانية وليس إلا الدفاع عن النفس من يقوم الآن بتهديد الآخرين وبقصف الآخرين وباستهداف الآخرين هي القوات التركية الموجودة على الحدود الشمالية لسوريا هناك قصف يومي لمناطق كردية وهناك مدنيون يستشهدون يوميا بهذا القصف وبالتالي لا يمكن قول ذلك أنا أعتقد أن هذا الإسلوب التركي سيؤدي إلى الحاق المزيد من الخسارة بتركيا على المستوى السياسي في المنطقة ويفتح الباب بين تركيا ودول أخرى على مستوى المواجهة سواء كانت هذه المواجهة بالوكالة أو من خلال حروب مباشرة وهذا الأمر بالتالي سيؤدي إلى انسحاب الوضع على الداخل التركيا أنا أعتقد أن تركيا هي أمام فرصة تاريخية أن تلتفت إلى مشكلتها الداخلية وتحل هذه المشكلة بالطرق السلمية والديمقراطية وعلى درجة الأولى القضية الكردية وأن لا تتحجج بأن هناك مؤامرة للتقسيم في تركيا وإنما أن تحل هذه القضية من خلال الحوار السياسي وبالتالي أن لا توجه التصعيد نحو الخارج هربا من قضية داخلية مزمنة خرشد دالي الخبير في شؤون التركية والكردية كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك ومن اسطنبول محمد زاهد جول الكاتب والباحث السياسي شكرا جزيلا لك